قبل الفاصل كنا بنتكلم على الدواء والدواء في النهاية واستخدامه الدواء هو وسيلة للقضاء على المرض فالمرض أو مسببات المرض أمور كتير جداً من بينها مثلاً التلوث يعني احنا بنتكلم على ما يتعلق مثلاً بالأمراض الخاصة بالحساسية الأمراض الخاصة بالمناع أمور كتير جداً جزء منها أو مكون رئيسي فيها هو التلوث وطبعاً يعني التلوث الناتج عن عوادم السيارات الناتج عن تلوث الهواء ده واحد من أسباب لأمراض كتير جداً كانت منتشرة دلوقتي فيه جود كتير جداً بتتم عشان الحد من هذه الانبعاثات الضارة والحد من التلوث وفيه جود كبيرة جداً بتقوم بها الدولة والأجهزة المعنية زي وزارة البيئة فيه دلوقتي في مصر أكتر من 114 محطة للرصد رصد التلوث ورصد البلوسات وشغلها الشاغل هي المحافظة على جودة الهواء 114 محطة دولة على كل موزعين على كل المحافظات في الجمهورية وفي مدن كتير جداً خصوصاً المدن اللي هي قد يكون فيها يعني انبعاثات ضار أو تلوث للهواء بشكل ضار فده شيء مهم جداً لازم نلقي عليه الضوء فبرحب بدكتور مجدي علام الخبير البيئي نائب وزير البيئة الأسبق دكتور مجدي مساء الخير أهلاً بحضرتك أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً أهلاً بكتور مجدي إلى أي مدى حراك شايف أن هواء مصر بصفة عامة وخصوصاً القاهرة الكبرى اتحسن خلال السنين العادية أنا بس أريد أن نوضح أنه يعني نسب التلوث اللي بتقاس في جمهورية مصر العربية أو في أي بلد إحنا تقريباً يعني كنا لغاية قريب 5% المساحة المعمورة من جمهورية مصر العربية اللي بسكنها يعني الشعب المصري ووصلنا في السنوات الأخيرة ل7% فقط من أرض جمهورية مصر العربية من المليون كيلو متر مربع اللي فيها ازدحام وفيها كسافة سكانية فإحنا بنتكلم على 7% المأهولة بالسكان اللي فيها العربيات والسيارات والقطارات والمصانع والورش وغيرها من مصادر التلوث وبنتعامل مع ثلاث أنواع من الملوسات ملوسات غازية وهي الأخطر وهي المعثات أكاسيد الكربون وأكاسيد النيترجن وأكاسيد الكابريت وغيرها من ملوسات الهواء نتيجة مكامير الفحم ومصانع الطوب والمصانع العادية والمسابك والحرق وطبعا كان فيه ظاهرة حرق المخلفات الزراعية كانت الناس بتستسفل السحابة السوداء وتحرق أش الرز وتحرق المخلفات الزراعية ودلوقتي بقى فيه اندباط يعني دلوقتي بقى فيه اندباط شوية لأنه كمان المخلفات الزراعية بقت لها قيمة دلوقتي تن الأش الرز ممكن يتبع بألفين جنيه وبألف وخمسمائة جنيه فالفلاح دلوقتي ما بيحرقوش في نفس الشيء القمامة نفسها بقى فيها صناعة عادة تدوير يعني اخوانا في منشية ناصر وفي مناطق تجمعات إدارات القمامة كلها تلاقي الولاد عندهم ورش عادة تصنيع البلاستيك وعادة تصنيع الورق وعادة تصنيع القماش من المخلفات نسبة كبيرة من المخلفات بقى فيها مصانع تدوير وزارة البيئة الحقيقة ووزيرة البيئة مع وزير الإدارة المحلية والحكم المحل بيبقى فيه جزء كبير دلوقتي مخصص مقالب عمومية على مستوى عالي ما بيتحرقش فيها المخلفات زي ما كان بيحصل عبلي كده دي عبارة عن مدافن صحية مجهزة هندسيا فخفت إلى درجة كبيرة الملوسات اللي كانت ما يطلق عليها الحرق العشوائي يعني عندنا تقريبا 37 مليون طن مخلفات زراعية وعندنا كمية ممثلة لها من المخلفات البلدية بتشكل على مستوى محافظات مصر حجم ضخم من المخلفات لكن خلينا نقول أنه كان قبل الفترة الأخيرة يعني رئيس سيسي حينما يقدم للناس مناطق صناعية هو يساوي بالزبط أن أنت بتبطل المناطق العشوائية وتعملها مناطق صديقة للبيئة رغم أن الصناعة مستمرة يعني بقولك أنت أعمل مصنعك سواء مصنع طوب كمير فحم مصانع ورش صغيرة مسابك وغيرها تتعامل بس تبقى لها وحدات التخلص من ملوسات الهوى والمية والأتربة زي الروبيكي كده لمحلة محل الورش اللي كانت موجودة والمصانع اللي كانت موجودة في مصر القديمة عن صور مجرى العيون والتلوث اللي كان حاصل راحت الروبيكي وربقت مدينة ليه أجلوت شيء محترم يعني وحفظت على البيئة هناك مضبوط لا وفي مدينة الفخار كمان مدينة الفخار مدينة الفخار زارها الرئيس برضو في مصر القديمة من أسبوعين ومبارح الرئيس كان عامل اجتماع لمنطقة شق التعبان حقيقي يعني منطقة شق التعبان منطقة كبيرة وكان فيها صناعات ملوسة يعني كل المناطق الصناعية الجديدة هتكون بديل فيه أكتر من مئة منطقة صناعية جديدة طيب فكرة المصارع اللي كانت ملوسة البيئة زي مصانع الأسمنت مثلا شفنا برضو سيد رئيسه في زيارته الأسوان كان أشار إلى مصنع كيمة من كام سنة وقت مؤتمر الشراء في أسوان لما الشاب كان بيشتكي من التلوث اللي كان بيعمله مصنع كيمة وتم التعامل مع ده وتم فتح الخط التالت من كيمة وحاجة محترمة جدا إزاي الدولة ووحدات الرصد المية واربعتاشر بتشتغل على تلوث الهواء الناتج من المصانع لأول حقيقة طبعا اللي تعمل في مصنع كيمة أكيمة نموذج للقضاء على التلوث الصناعي وإحنا عندنا طبعا الملوسات الصناعية اللي كانت بتلقى على النيل حوالي يمكن مليار متر مكعب إلا قليلة من الملوسات الصرف الصحي والصناعي والزراعي الصناعي كان حوالي مليار 9 من 10 تقريبا والزراعي 12 مليار متر مكعب ثم الصرف الصحي كان حوالي من 6 إلى 8 مليار متر مكعب لو حضرتك تبعتها هتلاقي أن فيه مناطق معالجة أو محطات معالجة الصرف الزراعي زي محطة المحسامة قبل ما بتروح على سينة هتعمل معالجة سلسية وهو أغلى أنواع المعالجة للمياه في العالم وتعتبر كمان محطة المحسامة دي أكبر محطة معالجة مياه في بحر البقر لأنه دي اللي هيزرع بيها الـ 500 ألف فدان في سينة غير شرق قناة السويس غير المنطقة اللي بتعمل فيها يعني زي تحلية في الساحل الشمالي في مرسى مطروح ودي بتخلي مصادر المياه تزيد عندنا وفي نفس الوقت بتقلل مصادر التلوث خلينا نقول إنه مصادر التلوث أيضا مع مشروع الدولة في عمل شركة النصر السيارات لسيارات كهربائية ومترو والقطار السريع ومترو الأنفاء ثم المونوريل بتشكل خروج من النقل الملوث إلى النقل النظيف وده اللي احنا بنقول عليه هو مكون من مكونات الاقتصاد وبدل الإحلال السيارات بدل العربيات اللي كانت عمالة تطلع من شكماناتها أنا آسف يعني مش عايز أقول إيه ولكن دلوقتي لا في حاجات عربات بيتم إحلالها بعربيات جديدة وغاز وكهرابة وفففة في تنوع في يعني تحسين لجودة الهواء دلوقتي حالياً لا وغير كمان وزارة البيئة يومياً بتعمل حملات على الطرق الرئيسية بتقيس عوادم السيارات يعني مش بتبصلوا كمخالفة مرور بتوقف عربيات وبتاخد يعني عينات عشوائية من شكمان السيارة يعني فكرة الشكمان اللي كان ماشي وراء الهباب الاسود اللي طالع ده خلاص توقف لأنه الحقيقة قانون البيئة بقى غلز العقوبات بتاعته ثانياً هما ما عندهمش حجة لأنه التحول للغاز الطبيعي متاح وبأسعار لم يكن أحد يتخيلها وزير البترول مع وزيرة الصناعة مع وزير النقل عمل وبرنامج كبير جداً للتحول للغاء لاستخدام الغاز الطبيعي في وسائل النقل غير استخدامه في توليد الطاقة لكن أيضاً الملوسات التقليدية بتاعتنا يعني في جمهورية مصر العربية بسبب الموقع الجغرافي وبسبب أن المدن بتاعتنا بين ظاهرين صحراويين الصحراء الشرقية والصحراء الغربية الانتشار الحضائق وانتشار أحزم خضراء من الأشجار حول المدن قلل إلى نسبة كبيرة جداً نسبة تلوث الأتربة العادية وده من غير مصنع ومن غير نقل فيه 40% من الملوسات الجسيمات الدقيقة نتيجة الأتربة اللي بتشيلها الرياح وزيما نشوف كده في الفترة الأخيرة لما بيبقى فيه فترة رياح وعصير شديدة جداً بيبقى فيه نسبة تلوث عالية جداً المدن الجديدة 27 مدينة جديدة تلاحظ أن فيها حديقة مركزية فيه صور من الأشجار الخضراء الكسيفة حول هذه المدن سواء في برج العرب أو في 6 أكتوبر أو في القاهرة الجديدة يعني حتى منطقة الأسمرات للرئيس سرها وحاطة بكساء بكسيفة العواصف الترابية طبعاً أنا باش حالي شكراً جزيلاً دكتور مجد علام شكراً جزيلاً لجوز حضرتك في معانا طبعاً العواصف الترابية ده جزء طبيع طبعاً لا لدي قصة ثانية أنا صحية شكراً جزيلاً لحضرتك